السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه كل سنة انت طيبين انا النهاردة يا جماعة صحيت مرة واحدة عالصحور ملقيتش يعيش في فريزر ولا لقيت عيش نصحر بي قلت ايه ده ده الساعة اتنين يعني اعملي اخترعت اخترع كده حلو قوي عملت بيه عيش عامل زي العيش الشامي من غير عجين ولا خميرة ولا اي حاجة عالطاصة معايا كوباية لربع من الدقيق ومعلقتين هنكمل الكوباية بتاعتي بمعلقتين من النشا ومعلقة صغيرة من معلقة الشاي بيكنج بودر وربع معلقة سكر وزرة ملح مكونات سهلة جدا ومعايا من مقدار نفس الكوباية اللي انا اخدت بيها الدقيق مع النشا الكوباية دي هاخد منها كوباية مياه دافية وهقلبها كويس جدا هتبقى معايا زي ما المس بالزبط البشاميل بس تقيل تمام؟ ومعايا الطاصة بتاعتي بس هسيبها ترتاح دي اقتين بالزبط هسيبها ترتاح الاول دي اقتين قبل ما انزل بها على النار وهكون يا جماعة عشان تبقى سهلة معايا ممكن تحطوها في شفشق في شفشق عشان لما تنزلوا بيها على الطاصة تبقى سهلة معاكم الطاصة لازم تبقى على العين الصغيرة وتبقى على وسط ما تبقاش عالية قوي تبقى على الناس صغيرة ووسط ومش هدهنها ولا نقطة زيد من غير ولا نقطة زيد وهنزل بيها حسب الحجم اللي انا عايزة وهتفرش معايا وبس هي هتاخد دقيقة على النار هتاخد اللون الدهبي من تحت هقوم قلبها تاني على وشها وهتبقى معايا عبارة عن عيش روعة روعة وهيبقى هاشش معايا وطري وجميل وزي ما قلتلكم هي كوباية لربع من الدقيق وهكمل الربع الكوباية هكملها بمعلقتين من النشا ومعلقة شاي اللي هي معلقة الشاي الصغيرة هاخد بيها معلقة بيكنج بودر وزرة ملح ونص معلقة سكر بس كده والطوصة من غير زيت وزي ما انتو شايفين احطها عشان تبقى سهلة معايا ممكن عادي بالبولة او بشفشق لأي حاجة لها بوز عشان لما تنزل من الطوصة ما تبهوقش مني وتعمل مني اشكال لأ انا عايزة تنزل مصبوط عشان تبقى معايا مصبوشة وهتاكلوا احلى صحور بيها ورحة العيش روعة عامل زي العيش الشامي بالزبط بس روعة جميل طحفة بجد مع حتة جبنة حدقى مع حتة جبنة رومي هتاكلوا احلص وبالهنة والشفا ويا ريت لو اعجبكم الفيديو ما تنسوش تضيفه تعليق من تعلاقاتكم الجميلة ولسه ما ضغطش علامة سبسكرايب علامة اشتراك الحمرة يدوسها كل سنة وانتو طيبين وفعلوا علامة الجرس اوعى تنسو مع الف سلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة